مطالب أمال متعددة يعلقها المواطن على الحكومة بتشكيلتها الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية نستمع إلى عدد منها من قلب الشارع المصرية تهتم بالمواطن المصري كإنسان قبل أي شيء يعني كصحيته كجوانبه النفسية لأن صحة الإنسان النفسية نفسها بتأثر على كل جوانب حياته فنتمنى أن هي تهتم بالجانب ده شوية وتهتم بيه كإنسان أهم من كونه حد بيشتغل أو حد مجرد أن هو بيؤدي نشاط أو بيؤدي خدمة طبعاً الحاجات دي كلها مطلوبة ومهمة لكن أن أنا أتعامل مع البشر كأنه هو إنسان وكأنه بشر قبل أي شيء ده بيفرق طبعاً في الإنتاج وفي التقدم بتاع البلد بنطلب الحكومة الجديدة أن يكون عندها شوية بعض الاهتمامات بأول حاجة تيجيع الاستثمار والمستثمرين خاصة شباب المستثمرين والمشارعات الصغيرة أدي حاجة تاني حاجة الاهتمام بالمشاكل التموينية وفلترة المستثمرين يا رئيس الحكومة تطلب موضوع عملية التعليم التعليم رقم واحد لأن التعليم بالتعلم الأجيال اللي طلعها بتنشي مجموعة وتنشي أمة قوية جداً من خلال التعليم أن أنت تطلع الأجيال النشأة التعليم والصحة والصناعة دولاً من أهم حاجة وأهمهم كمان أنا بالنسبة لي شايف أن الصناعة لازم أن ننهض بالصناعة عشان نرفع البلد يعني المفروض يعني اللي تشتغل عليه اللي تشغل الشباب بما يرضي الله كده وتشوف بقى مشكلة المدارس والتعليم الشباب فكر جديد متخرجين عندهم حماس شباب عندهم رؤية جديدة عندهم تطلعوا للمستقبل بالإضافة إلى الخبرة الأديمة للناس الأديمة الموجودة يعني بس الشباب هم من المستقبل وأكيد يعني لو بنتكلم عن المجالات اللي ممكن بقى الاهتمام عليها قزية شوية ممكن بتكلم عن الصحة والتعليم هو أي أساس أي دولة بتنهض على الجزئين دول أنا شايف أن أنت أهم من الدمج أن يبقى فيه استراتيجية واضحة للوزارة بتعملها نتمنى نتمنى أن احنا نشوف الوزارة مع تغيير الوزير من عدمه منظومة العمل للا تتأثر ميبقاش كل واحد بييجي يعمل وجهة النظر بتاعته ويمسح ما سبقه بس دعواتي أن ربنا يكرم البلد ويكرم سيادة الرئيس بالناس والناس يحبه أكتر وأكتر أنه هو يزود الناس ويرخص الناس للحاجة للناس العدل على جميع المستويات في الصحة والتعليم وكل مستويات المعيشة يبقى فيه عدل بين جميع الأفراد يدين بدمجها عشان خاطر أن هم يخدموا على بعض أن هم يكملوا بعض وزارة الاقتصاد وزارة الصناعة وزارة التجارة وزارة الصناعة الحاجات دي لو عملوا كومبينيشن كويس وعملوا تعاون كويس حيبقى فيه نتيجة كويسة نحن كشباب نطلب الرقابة على كل ما هو موجود في الدولة من أول مؤسسات الحكومية لحد المستشفيات لحد أي مكان نطلب منه أي حاجة نحن نعملها كشباب فرص عمل للشباب قطع النور توفير الكهرباء الحاجة للأسعار والحاجة الغالية طلباتي من الحكومة الجديدة أنها تهتم بالرقابة على الأسواق ويتحدد هامش ربح للمصانع عشان تقدر حجم السلعة اللي ممكن الناس تشتريها بالسعر المعاوض أنا بقول للحكومات الجديدة اللي هي تبص للمواطن الغالبان وتبص للمستجفىات المجدية بطلب من الحكومة طبعا الاهتمام بالتعليم والاهتمام بالصحة التعليم طبعا أنه يتطور بما يواكب بسوق العمل ونحن نعمل فرص للعمل للشباب التواكب برضو التعليم بتاعهم سواء كانت المراحل التدائية أو المراحل اللي هي بتاعت الكليات بطلب من الحكومة الجديدة أن يكون ملف التعليم الفني والمهني ده أهم من ملفات اللي احنا مكتوب نشتغل عليها لفترة الجاية عشان يكون شوق العمل متاح لجميع الشباب طبعا الصحة بطلب أن يكون فيه تغفير اختياجات المرضى في المستشفيات وأنا شفت كفاءات المستشفيات ما ترفعت وأتمنى اللي احنا لو فيه حاجة بقى يكون تم الامتعاد منها الحكومة هدفها اللي جاي يعني إن شاء الله نتمنى المواطن البسيط ويوفع الأعباء عنه إن شاء الله يكون فيه تغيير في السياسات العامة وفي الوجوه نأمل إحنا كشباب وإحنا كعايشين في المجتمع المصري إن إحنا نشوف وجوه جديدة وإن إحنا نشوف فكر جديد داخل الوزارات والجهات الحكومية إن شاء الله في العامل الجديدة بطلب من التشكيل الوزاري الجديد إن هو يهتم بالشباب وبوعي الشباب ومتطلبات الشباب بأي إمكانت يعني جميع المجالات إذا كان مثلا في فرص العمل في التعليم في التقدم دائما على مستوى العالم كله فإحنا برضو عايزين إن إحنا برضو نبقى متقدمين على قسمة إحنا كنا نبقى مواكبين العصر طبعاً بطلب إن إحنا غلاء الأسعار يعني نحاول إن إحنا نتجه لنقطة دي شوية عشان نرعي برضو جميع الفئات أطلب من الحكومات جديدة إن إحنا نرعي مشكلة البطالة في مصر عامة لأن نسبة البطالة دلوقتي بقت عالية جداً وإن نوفر فرص عمل للشباب ترجمة نانسي قنقر